تحقيق التوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا يخلقوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر وهم مرتدون أراد أن تحقق التوحيد تخلص التوحيد من الشرك والبدع والمعروف والمنكرات كيف نحقق التوحيد أخوانا هذا الكتاب وبلوغ المرام تحفظ تحفظ طالب علم لا يحفظها للكتب قال ليس بطالب عين عند الشيخ بن فاج رحمه الله تمام الأستاذ سأل الطالب عن مسألة واحدة في الطهارة الطالب يسأل من؟ يسأل الأستاذ عن مسألة واحدة في الطهارة فالطالب قال بسم الله والحمد الله والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد قال المؤلم رحمه الله تعالى كتاب الطهارة طابنا المياه المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس بالماء الضهور والماء وسرد الكتاب كامل يقرأ من حفظ طالب يقرأ على من؟ على الأستاذ على الشيخ دم عندما اجهب قال يا أستاذ خذ ما جئت ودعك هذا العلم هذا العلم علمك هو الذي تراه في الظلام أو بإعبار أخرى وأن كان فيها شيء هو الذي يدفن معك يا الحمام أنا جنتي في الصدر يقول شيخ الإسلامي ابنتين يا رحمه الله لازم تحفظ كتاب التوحيد لابد مثل ما تحفظ يسرق بعض الطلاب والله كان عندي طالب يعني أنا الشيخ أحفظ قبل الدراسة أما الآن الله مستعد فقلت له لابد احفظ قال احفظ قلت لتاب التوحيد قال أنا أحفظ كتاب التوحيد والقول المفيد كان الاختبار عندنا الآن اختبار في كتب مضوعة واختباره القديم كان في دفاع له والله يكتب لي في الدفاع القول المفيد من العلمية الرحيمة قل اسم أنا المغربة الدرس عندك صحيح حفظ لابد من الحفظ احفظ وكل حاذق الإيمان إذا كان يعمل بعلم نعم فلو سألك سائل كيف حقق التوحيد تنرى عليه باب تحقيق التوحيد قال من أدل على وجوب التوحيد تقرأ عليه الباب الأول من أدل على فضل التوحيد تقرأ عليه الباب الثالث كيف أخاف من الشركة الباب الثالث قال أول ما يدعى عليه الصلاة تقرأ عليه الباب الخامس ادعى على الشهادة اللاح الاحي بالحفظ طلب ابن الشيخ قالوا الآن تفضل لابد يقول عند الطالب خطبة طوالب خطبة طوالب هذه لا تفضل إلا إذا يعني بلغت لقومه كما يقال فقالوا قد أفضل بلان قال بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على بسم الله كتاب التوحيد وقول الله تعالى والله صنع مسابقة في الجامعة الاثلامية قبل سنوات وخرج أحد الطلاب من المغرب العربي قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالمدى ودني الحق ليظهره عليكم وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوفيدا وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسميما مزيدا أعطوه جائزا أول جائزا ما لا يقرأ؟ وصبيع خطب مرتب جائزا مفهوم لا فتعة ولا شيء إذا كيف نحقق التوحيد عند محمد بن عبدالله رحم الله بقراءة الباب؟ تحقيق التوحيد لا بد نتوب بالقلب واللسان والجوال قول عمل اعتقاد لا بد كيف نحقق التوحيد؟ بقراءة الباب؟ بالقول والعمل والاعتقاد؟ بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ونحنكم من المشركين الاقتداء بساجات الأولياء والذين هم بربهم لا يشركون صحيح؟ وترك الكيل والرقيا والتطير لصدق الاعتماد على الله مع اختفى به الأخذ بالأسباب المشهورة هذا باختصار تحقيق التوحيد تخليص التوحيد من الشرك والبدع والمعارس أي باب من هنا الآن من هذا الباب إلى نهاية الكتاب تحقيق التوحيد فمن تحقيق التوحيد الخوف من ذلك من تحقيق التوحيد الدعاء للشادة من تحقيق التوحيد ترك التصاوير والتمازيل وقول ما شاء الله وشيح كل هذا تحقيق التوحيد إلى نهاية الكتاب مفهوم؟